موسيقى السلام عليكم تحية لكم أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم على ضوء القمر والتي تأتيكم في شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بألف خير الكاريكاتير من أخطر الفنون وهو أخطر من الصحافة ذاتها لأنه يصل بسرعة وبدقة إلى المتلقي ويتكلم مع الناس مباشرة في مشاعرهم وعواطفهم يقول روبرت جولدشتاين في كتابه الرقابة على الكاريكاتير الفرنسي في القرن التاسع عشر إن وزير التجارة الفرنسي في القرن التاسع عشر قال كمسوغ لمنع الكاريكاتير إنه لا يوجد شيء خطير كالكاريكاتير المحرض على الفتنة وقد عبر فيكتور هيغو عن مدى أهمية الكاريكاتير وخطورته بقوله أنت تضحك الناس والضحك يقود إلى التفكير إن الشجاعة الفنية التي يتصف بها ضيفنا هي الشجاعة النادرة فتاريخ السخرية العربية كان يشير إلى أن الساخرين الذين كانوا يسخرون من كبار القوم ومن الأنظمة كانوا يختفون دائما وراء شخصيات وهمية كشخصية جوحة وغيرها من الشخصيات في الأدب العربي لكن ضيفنا الدكتور علاء اللقطة الطبيب والفنان والرسام رسام الكاريكاتير الفلسطيني ابن المخيم الذي درس الطباء لكنه قرر أن يستبدل مبضع الجراح بريشة الفنان لأنه يؤمن أن الطباء مهنة عظيمة وسامية لكن الكثيرين من الأطباء يمكنهم سد هذه الثغرة لكن ثغرة الرسم من يسدها قليلون كما يقول وقد صدق في ذلك بتوقيعه على عشرة آلاف رسمة خطتها ريشته المباركة رحبوا معي بالدكتور علاء اللقطة أو اللقطة على قلة المصريين أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا بحضرتكم ومشاهدين الكرام كل عام وأنتم بخير إن شاء الله وأنتم بألف خير ربنا تقبل منا ومنكم صالح العمال دكتور لن أبدأ بما يبدأ به تبدأ به اللقاءات عادة بالتعريف عن الدكتور لأن الدكتور أصبح يعني معروفا ويرسم ويعالج قضايا الأمة العربية والإسلامية وليس فقط القضية الفلسطينية كونك أنت ابن مخيم فلسطيني لكن في الحقيقة هذه المهنة هل هي التي اختارتك أم أنت الذي اخترتها في البداية أتذكر في هذه الحادثة حقيقة يعني كيف اختار الله سبحانه وتعالى لأهل بدر وأتمنى أن أكون يعني قد نلت هذا الشرف حينما خرجوا لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا ليستردوا بعضا مما سلب منهم فهم قد هجروا من مكة يعني بأجسادهم لا يملكون شيء تنازلوا عن كل شيء من أجل هذا المبدأ ومن أجل هذه الرسالة العظيمة فخرجوا لكي يعترضوا قافلة أبي سفيان هذا كان ما أرادوهم لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم غاية أسمى فجعلها جهاد في سبيله وأسأل الله سبحانه وتعالى أنني أردت أنا هذا الطب وأن أمتهن هذه المهنة العظيمة السامية لكن الله سبحانه وتعالى ببركة الأرض المقدسة وببركة فلسطين التي بارك الله فيها وبارك عليها وبارك في من حولها أن الله سبحانه وتعالى وجه هذا المبضع ليكون ريشة تبدو فيما المسها ناعمة لكنها على الاحتلال وعلى الطغاة هي أشد فتكا من مبضع الجراحة نعم دكتور كيف ترسم بهذه الحرارة وليس فقط في القضية الفلسطينية إنما حتى في قضايا الأمة العربية والإسلامية أنا نشأت في مخيم للناجئين بل أنا ولدت في ظروف صعبة للغاية حيث كان حظر التجوال مفروضا على مخيم الشاطئ للناجئين في سنة 1972 حينما كان يتصدى الفدائيون بأسلحتهم الخفيفة لجيش جرار مجهز بأحدث الأسلحة ومدعوم دوليا وإقليميا لكن هؤلاء خرجوا يتصدوا لهذا الاحتلال ففرض حظر التجوال وكانت الولادة وقد ضرب التجوال حتى أذكر أن أخي الكبير كان يقفز من بيت إلى بيت لكي يصل إلى المستشفى ثم من بيت إلى بيت لكي يزفى لأبي وللعائلة هذا المولود الجديد الذي ولد في هذا الطوق وكأن هذا الطوق مسؤولية هذا أو قدر هذا المولود الموهوب أن يخرج في يوم من الأيام لكي يتساءل لماذا أولدت هنا؟ لماذا أعاني في هذا المخيم وأحرم من كل ما يتمتع به أطفال الدنيا؟ نحن حياتنا يا أخي يونس وأنت تعرف في مخيمات اللاجئين كانت حياة قاسية كانت حياة قاسية كانت فيها من الحرمان من كل شيء كنا 16 نفر في أربع غرف في بيت من الكرميد أو من الأسبست حينما كانت تمطر في الشتاء كان يغرق هذا الحي ويغرق هذا المخيم أذكر أنني كنت ألبس من ملابس وكالة الغوث للاجئين وكنت أشترط على أمي أنني أقبل أن ألبس ثيابا مرقعة أو مرقوعة لكن أن تكون الرقعة في الأمام وليس في الخلف حتى لا يضحك علي أطفال المخيم كانت الزقة المخيم تأكل من جلود ومن باطن أقدامنا يعني علامات مرسومة على أقدامنا يتعجب منها أطفال يعني أبي ما هذا المرسوم على قدمك وكأن كل شارع وكل الزقاق في هذا المخيم ترك طبعة على هذا القدم لا تنسى أبدا ثم أرتال الاحتلال التي كانت تجوب المخيم يعني كأنها تريد أن تذكرنا أننا حتى في هذا المخيم وبرغم هذا الضنك الذي نعيشه يجب أن لا ننسى أننا تحت هذا الاحتلال فيخرجون يسيرون ويتجولون في الشوارع ويشتبكون بالحجارة ويشتبكون بالحجارة هذه البيئة هي التي حضرتك أو جهزتك لهذه المهمة الثقيلة التي سنتحدث عنها بالتفصيل عشرة آلاف رسمة إلى جانب 2400 عملية جراحة قمت بها دكتور أنت بالإضافة لما تفضلت به ابن مخيم ولدت في المخيم عام 1972 لكن عائلتك مهجرة من الفالوجة المحتلة وللفالوجة قصة وجرتها عراق المنشية أيضا نعم يعني الفالوجة أني استطعت أن ألخصها بكلمات بسيطة أقول أنها آخر معقل سقط من الأراضي الفلسطينية المحتلة في أيدي اليهود ولذلك في عملية السلام والتطبيع المزعوم الأخيرة الطائرة التي توجهت إلى دولة عربية تعمد هذا الاحتلال أن يكتب على باب الطائرة كرياد جات وكرياد جات هذه المغتصبة التي بنيت على أنقاض بلد الفالوجة وعراق السويدان وبالمناسبة الفالوجة يعني نسبت إلى أحمد شهاب الدين الفالوجي القادم من الأنبار من العراق لكي يستوطن في فلسطين ولكي نتشرف نحن أننا من نسل هذا البطل العراقي فيمتزج الدم الفلسطيني بالدم العراقي لكي يبرهن للعالم كله أن هذه الأمة هي أمة واحدة وأن مسؤولية تحرير فلسطين هي مسؤولية على هذه الأمة الجمعاء نحن نتشرف أن يكون بعدنا لهذه القضية الفلسطينية هو بعدا عربيا إسلاميا إنسانيا لا أن نحصره كما يريد البعض أنها قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية المسلمين لأن الله سبحانه وتعالى جعل المسجد الأقصى قبلة للمسلمين قبل مكة المكرمة هل تدكرون أو لديكم معلومة متى جاء هذا الرجل شهاب الدين إلى فلسطين مما حدثني والدي أنه قدم إلى فلسطين في القرن الثامن عشر يعني في نهاية القرن السابع عشر بداية القرن الثامن عشر ثم استوطن في هذه المنطقة ويقال أنه كان ولي من أولياء الله الصالحين لذلك ضريحه موجود هناك لا يزال موجود هناك لا يزال موجود هناك نعم وهو أحمد شهاب الدين الفلوجي كان من أحد الطرق الصوفية التي كان الناس يتبركون بها ويتقربون بها حتى في محيط الفلوجة هناك بلدات فلسطينية لا زالت حتى الآن تحمل هذا المسمى عراق المنشية وعراق السويدان هذه بلدات ربما لا يعرفها الكثيرون هي بلدات محتلة تحمل اسم العراق نعم وفي باطن الأرض هناك شهداء عراقيون أيضا لا شك أن شهداء عراقيون دكتورت مسألة الحرارة في الرسم هذه مسألة ليست مسألة عابرة ما الدوافع أو الأسباب التي تقف خلفها هذه الحرارة التي نلمسها وكأننا نلمس على الورق سخونة ونجتم رأحة الأحداث وما كان يجري في المخيمات وما إذا صحيح يعني هناك سبب عام وهناك سبب شخصي السبب العام هو ما كنت أراه في شوارع المخيم يعني أنا صديقي أو زميلي في مقعد الدراسة استشهد أمامي أنا ضربت أمهات فلسطينيين بل أن أخت كبيرة ضربتنا لاحتلال أمامي فهذه الانتهاكات جعلت يعني هذه النار توقت بشكل هادئ ويتراكم تماما كما هذا البركان الذي يحتاج ربما إلى عشرات السنين إلى أن تقترب هذه الحمم إلى الفوه ويأذن الله سبحانه وتعالى بانطلاقها قد تكون انطلاقها حسب المجاهد إما مجاهدا تنطلق في الميدان وعلى أرض فلسطين من خلال هذا السلاح وهذه المقاومة الباسلة وإما تكون قوة ناعمة تنطلق من خلال هذه الريشة ولهذا دور ولهذا دور الريشة هذه تؤرق الاحتلال لأنها تكشف عورته أما الحدث الشخصي فهو أنني حينما كنت أبلغ من العمر 16 عاما اعتدى علي الاحتلال لأنني كنت أكتب على جدران المخيم وأرسم على جدران المخيم شعارات تناوى هذا الاحتلال وتدعو للحجد وتدعو للتظاهر كان خطوك جميلا كنت مشهور بالخط يعني أنا بدأت قبل أن أبدأ بالرسم كنت خطات وجيد الخطوط وهذه الموهبة سخرت على جدران المخيم فشاءت الأقدار أن أقع في أيدي المستعربين فتعرط للضرب المبرح من قبل وكانوا يستقصدون بالذات الأياد والأصابع التي كانت ترسم حتى أن الهروات التي كان يستخدمونها بالضرب كانوا يضعون فيها مسامير وآلات حادة هدفهم من ذلك أن يحدثوا ضررا بالغا وجرح الأليمان ولا زالت آثار هذه الضربات موجودة في أصابعي حتى هذا اليوم فحينما يسألني أحد يتفاجأ أنني أرسم في الغربة فيقول كيف تستطيع أن ترسم بهذه الحرارة عن القضية الفلسطينية وأنت تبعد آلاف الكيلومترات أقول لهم أنا أبعد عن الهم الفلسطيني والجرح الفلسطيني بمقدار 30 سنط الله وهي بعد هذه العين عن هذه العلامات الغائرة في أصابع يدي والتي تركها الاحتلال وأصبحت بالنسبة لي ثأرا شخصيا ثأرا شخصيا لن يتوقف هذا تذكرني إذا في يوم من الأيام أنا في الغربة قد نسيت أو تنسيت أو تخاذلت أو تكسلت عن نصرة القضية الفلسطينية أن هذه القضية الفلسطينية في رقبتي إلى يوم الدين حتى ألقى الله كما هذا الجرح الغائر في أصابعي عظيم دكتور وفقك الله إن شاء الله وفتح عليك هذه الحرارة ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا أو بالموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الحقيقة نحن نتابع رسوماتك بشكل عام في مختلف قضايا الأمة العربية والإسلامية ونجد هذه الحرارة هي ذاتها التي نلمسها حتى في الرسومات التي ترسمها من أجل العراق على سبيل المثال أو بعض قضايا الأمة من أجل سوريا وما حصل فيها على مدار السنوات الماضية من ثورة ومن حرب دائرة وكذا فأكضا يعني استحضار هذه المعاني دكتور كيف يتم ومن أين تلتقط هذه الأفكار يعني أنا أقول أنه الفن البصري أو فن الكاريكاتير وفن الكاريكاتير هو فن بصري جزء من الفن التشكيلي هو الفن الذي تلتقطه عين المشاهد وعين المشاهد ترسل إشارة إلى هذا القلب لكي تحرك هذا القلب ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه إذا لم أكن أنا يتملكني شعور قوي بقضايا أمة العربية والإسلامية بالدماء التي تسيل على أرض العراق وعلى أرض سوريا وعلى أرض اليمن وعلى أرض مصر وعلى كل البلاد الإسلامية حتى في معسكرات يعني اللاجئين في الصين المسلمين هذا أمر يؤلمني أيما أينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني الله فهذه الحدود التي وضعها الاستعمار باسم سايكس بيكو هذه حدود وهمية لا يمكن في يوم من الأيام أن تصبح أمرا واقعا لفنان الكاركاتير ريشد فنان الكاركاتير تتخطى الحدود ولا حدود لها إلا السماء لذلك نحن نبث عبر الأقمار العاطفية التي تجمعنا بهذه الشعوب العربية ومن خلال الأقمار الأخوية التي تجمعنا بشعب العراق وبشعب سوريا وبالشعوب العربية ونؤمن أن هذه القضية هي قضيتهم كما هي قضيتنا وهذا الأمر الذي يريد يعني الغرب أن يقطع أوصال هذه الأمة وأن يفصلها يعني أنا كفلسطيني لا يمكن أن أكون أناني كما يتعاطف معي العراقي وكما يتعاطف معي السوري واللبناني والمصري مع قضية الفلسطينية من واجبني أنا أن يعني من ناحية أخلاقية أن أحس بهذه المشاعر وأنا دائما أضع مقياس لما يحدث على الدول العربية وأربطه بفلسطين متى ما تحررت هذه الشعوب العربية وأوكل الأمر لهذه الشعوب فإن تحرير فلسطين أصبح على مرمى حجر بلا شك دكتور أنت طبيب كما قلنا جراح ولكنك صاحب مقولة جميلة أعجبتني جدا قلت فيها أن الجرح في الوطن أكبر من جرح الجسم أو الجسد وبالتالي إمكانية أن يسد هذا المسد أو هذه الثغرة ناس آخرون أطباء آخرون واردة لكن هذه الثغرة التي تسدها بتوفيق من الله عز وجل ليس هناك من يقوم بهذه المهمة وقد اخترت بعد هذا العمر المديد من العمل في مجال الطب وفي مجال الرسومات حتى نحن نتكلم طبعاً الأعداد لها قيمة معنوية لأنها تاريخ أمة وتاريخ محطات ومراحل مهمة ما بين 2400 عملية جراحية قمت بها وعشرة ألاف رسمة قمت بها أخيراً ماذا اختار الدكتور علاء؟ اخترت طريق الجهاد برديشة في سنة 2017 الناطق باسم جيش الاحتلال أفخي أدرعي نعم وجه رسالة عبر تويتر لعلاء اللقطة بالاسم حتى ننظر إلى أهمية فن الكريكاتير وكيف أن هذا الفن يؤرق الاحتلال؟ كانت مسيرات العودة وأرسل لي رسالة مبطنة فيها تهديد أنك خليك في طب التجميل أحسن له يعني هؤلاء يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فأحضرهم الإعلام الإسرائيلي ينظر إلى فن الكريكاتير أنه يعري هذا الاحتلال ويكشف جرائمه ويفند الرواية الإسرائيلية دولة الاحتلال أصلا قامت على يعني على رواية كاذبة استطاعت يعني أن تروج لهذه الرواية الكاذبة وحقها في أرض المعاد لكي تقنع العالم كله بهذه الرواية الكاذبة إذن الرواية تلعب دور هام في فرض الأمر الواقع على الأرض فنحن أصحاب الحق من لهذه القضية؟ من الذي سينشر الرواية الفلسطينية؟ الذين يجاهدون على أرض فلسطين هؤلاء يكتبون مجدا بدمائهم لكن من ينقر رائحة هذه الدماء الزكية وينشرها عبقا من خلال هذه الريشة لكي يراها كل العالم؟ نعم هذا الطفل الذي يبكي هذه أم الشهيد من الذي يوصل دمعاتها؟ هذا الفن فن حقيقة يعني مؤثر جدا هذا الفن الذي عرى الاحتلال والذي يعني جعل من هتلر حينما يعني استباح فرنسا أول قرار اتخذه هتلر أنه علق رسامي الكاريكاتير على الفرنسيين على المشانق لأنهم استطاعوا أن يجعلوا من عن جهيته أضحوكة نعم هذا الفن الساخر أو فن يعني الضحك المر الفن المضحك المبكي فيه من الميزات وله شعبية كبيرة جدا ليس له ترجمان يستطيع من خلال فن الكاريكاتير أن تخاطب كل العالم لا سيما فن الكاريكاتير الصامت لأنك أنت كما قلت تقدم وجبة دسمة فنية بسيطة في خطوطها لكنها عميقة في أثرها وتبقى محفورة في ذهن الأجيال جيلا بعد جيل تعود الاحتلال أن يروج دائما أننا نحن كفلسطينيين أو كعرب لا نتقن إلا لغة الدماء أننا إرهابيون يصمنا بالإرهاب وأننا لا نفهم بلغة الفن لا يستطيع هذا الاحتلال أن يصم فنان الكاريكاتير بأنه إرهابي لأنه لا يملك إلا قلما وإلا ريشة ناعمة هذه الريشة وإن كانت ناعمة وهذا القلم وإن كان قلما من الخشب إلى أنه يحوي بداخله رصاص يوازي رصاص المجاهد في ميدان المعارضة لكن دكتور لا تبدو مسألة سهلة أن تعلق على مختلف القضايا هذا يحتاج إلى وعي عميق بالقضايا التي ترسم من أجلها إذا قلنا أنك ترسم من أجل فلسطين فهذا وارد وواضح ومستوعب لأنه أنت من فلسطين وتفهم قضيتها بالتفصيل لكن عندما ترسم لقضايا الأمة العربية والإسلامية في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وحتى في دول العالم الإسلامي وحتى تعلق على أحداث عالمية وتربطها بالقضايا العربية فهذا يحتاج إلى عمق كبير ووعي شديد أيضا بالقضايا التي ترسم من أجلها وأنا بدي تحدثني دكتور كون نحن تحدث عن مجال الإبداع كيف تتم هذه العملية يعني ربما السؤال صعب لكن أنا أود أن أتعرف من خلالك كيف تتم عملية الفكرة ومعالجتها وكم تحتاج من الوقت حتى تتخمر لديك وهذه القضايا يعني تمام أنا سأجيب بمفهوم طبي هذه المرة عن سؤالك لأنك ذكرت خلال السؤال في طيات السؤال كلمة عملية وكيف يتم معالجتها تحدث معي بمصطلحات طبية وسأحدثك بمصطلحات طبية الأمة تمثل الجسد والقضية الفلسطينية تمثل القلب فأنا إذا أردت أن أكون جراح للقلب أو طبيب للقلب قبل أن أدرس طب القلب يجب أن أدرس الطب العام نعم أي جسد هذه الأمة بشكل عام وتكون لدي خبرة كافية في معالجة كل أعراض التي تصيب هذا الجسد وعلاقة هذا الجسد بالقلب كيف تؤثر سلبا أو إيجابا فإذا أردت أن أصل إلى القلب إلى قضية فلسطين يجب أن أقرأ عن الجسد بشكل عام وقضية ست سنوات في دراسة الطب العام قبل أن أتوجه إلى الجراحة إذن الإلمام بأوجاع هذه الأمة وهذا الجسد الممتد من جاكرتا ومن أندونيسيا إلى المغرب وإلى أسبانيا يجب أن أتطلع وأتحسس هذا الجسد لأنه أصلاً هو من لب عقيدتي وإن تخصصت في جراحة القلب الفكرة في وراءها سباب نعم يعني يجب أن نتحدث عن هذه الأسباب وإلا نهملها حتى أصل إلى السؤال التي تفضل فيه كيف أخرج بهذه الفكرة القوية العميقة البسيطة في خطوطها المؤثرة البليغة من غير الكلام لكنها تغني عن آلاف أو عشرات أو مئات المقالات فنان الكريكاتير أول شيء يجب أن يكون صاحب حس فكاهي وحس ساخر وتكون عنده سرعة بديها نعم ثانياً يجب أن يكون صاحب تجربة أن يكون أتى من قاع المدينة نعم ومن المخيم وعاش المراحل التي عاشها المواطن المطحون لكي يجعر به الأمر الثالث يجب أن تكون ثقافته ثقافة واسعة أن يكون يعني مثل ما بيقولوا بالمثل اللي لدينا الفلسطيني وين ما ضربت عليه برن إذا حدثت في الجغرافية عنده معلومات في الجغرافية عنده معلومات في التاريخ عنده معلومات في علم الاجتماع في الحديث في الدين في القصص في التاريخ في كل شيء فوق كل ذلك أن يكون يعني صاحب مبدأ وصاحب رسالة نعم التجربة سرعة البديهة الثقافة الواسعة ثم الرسالة كل هذه الأسباب هي التي تخرج هذه الفكرة يعني عملية التفكير في الموضوع يتم تحديد في الأول القضية التي أريد أن أرسم بها وهي كما برضو نرجع للطب مرة أخرى كما الولادة أحيانا الفكرة قد تكون ميسرة وتخرج في خمس دقاء وأحيانا تحتاج إلى يوم كامل يعني الولادة متعسرة الولادة متعسرة إلى أن أخرج بهذه الفكرة التي أقتنع أنها يعني تشبع رمق هذا المشاهد الذي يريد أن يرى قضيته في أبهى وفي أبلغ صورة عظيم دعني أتوقف هنا المشاهد الذي يريد أن يرى قضيته في أبلغ صورة ونحن نصار هذه الصور مررنا على بعضها أرجو أن يعيد الزملاء مرة أخرى متعلق بالعراق دكتوريا يعني عشرين فصيل المسلح أن يعتزم خوض الانتخابات بعض الرسومات المتعلقة يعني تلمس قضايا حساسة كما قلنا كما أسلفنا الحديث قبل قليل ونلاحظ دائما فيها مبدأا واضحا لا يتغير وهو نصرتك للشعوب أنت نصير الشعوب في كل هذه الرسومات وهذا طريق مكلف بطبيعة الحالي هل تحدثنا عن ذلك؟ يعني فنان الكركاتير هو الناطق الرسمي لنبض الجماهير نعم وهو قد يختلف يعني مع كل الساسة اللي لم أقول يعني أو أقول معظم الساسة لا أريد أن أقول كل الساسة السياسي له توازنات في تناول الأمور الكلام محسوب عليه لأنه يمثل جهة ما إما سلطة إما حزب لكن فنان الكركاتير لا خطوط حمراء تمنعه هو يأخذ من معين الجماهير ثم يصب يعني في ذلك المعين بعد أن يحوله إلى يعني لوحة فنية مؤثرة هذا الأمر طبعا يعني مكلف لكن هناك إشارات الله سبحانه وتعالى يعطيها لنا إذا وجدت الكل راضي عنك فاعلم أنك لا تسير في طريق الحق لأن طريق الحق محفوف بالمكاره ناجي العلي أغتيل أكرم رسلان في فنان سوري قضى تعذيبا في سجون الأسد الفنان علي فرزات كسرت أصابعه من الشبيحة في طريق المطار لكي يمنعوه عن الرسم فقال لهم سأرسم بقدمي عماد حجاج اعتقل من أجل من أجل رسمة محمد سبعنا اعتقل في سجون الاحتلال ست شهور والقائمة تطول لا بد لكلمة الحق أن يكون لها ثمن ونحن حقيقة هيئنا نفسنا لهذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الجهاد أرفقه بالصبر الصبر على ما أصابنا ونحن لسنا بأجل ولا أرفع قدرا من الشهداء في فلسطين حتى في العراق لا يوجد بيت إلا فيه شهيد أو جريح أو مصاب أو مفقود أو أسير هؤلاء قدموا زهرة يعني شبابهم من أجل من أجل فلسطين كم من خنساء موجودة في فلسطين نعم أليس يعني حري ونحن نتحدث باسم هؤلاء الجماهير وباسم هذه الشعوب أن نصبر على ما أصابنا وأنا أعتقد أن ما أصابنا هو أقل القليل نحن وطننا أنفسنا من أجل لا سمح الله ما هو أعظم من ذلك لكي نلقى الله سبحانه وتعالى بإذن الله ونحن نضغط على زناد الريشة لا مبدلين ولا مغيرين كل التوفيق لكم دكتور بكل تأكيد العمل الإبداعي هذا بتعرف هذه أسئلة يعني لا بد من إلقاءها هل له أوقات محددة هل الدكتور على الطقوس معينة يقوم بها هل ثمت أوقات تشعر فيها بأن شهيتك مفتوحة للرسم والإبداع وحدثني أنا آسف أسأل عشرة أسئلة في سؤال واحد لكن كلها تدور حول فكرة واحدة حدثني عن مشاعرك أثناء الرسم يعني كيف تختلط هذه المشاعر لقضية ما يعني قبل قليل رأيتك ترسم حادثة اغتيال ضد طبيبة عراقية مثلا فكيف تختلط هذه القضايا بمشاعرك ثم تخرج على الورقة يعني أسئلتك دقيقة تماما مثل الرسم الكريكاتير حقيقة وهذا تخل فيه تفاصيل كثيرة أنا أحب أن أتحدث عنها جميل الشيخ أحمد يسين رحمة الله عليه حدثني أحد تلامذته أنه ذهب لكي يزوره لأمر مهم الساعة السادسة صباحا فكان متردد لكن هو مضطر أن يذهب يعني حينما طرق الباب وأجابه الشيخ أحمد يسين بدأ معتدرا فقال للشيخ أحمد يسين أتمنى يا شيخ ألا أكون قد أتيتك في وقت غير مناسب فرد عليه الشيخ أحمد يسين وقال إن الذي يريد أن يتصدى لخدمة دينه ووطنه لا يوجد لديه وقت مناسب وآخر غير مناسب كل وقت يجب أن يكون مناسب وهذا بالنسبة لنا كل وقتنا يجب أن يكون مناسب بل نحن نشكل حياتنا من أجل أن تتناسب وتتناغم مع هذه الريشة التي يجب أن تكون مرابطة على الثغور على مضار الساعة فأي حدث نحن هذا العمل ليس وظيفة يبدأ الساعة كذا وينتهي الساعة كذا متى ما نادت الساحة وكان هناك حدث زخم يحتاج لتغطية وإلى استنهاض وإلى تنبيه وإلى نذير وإلى نفير يجب أن نسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض من خلال هذه الريشة ولذلك نحن نقلم أنفسنا مع هذا الفن والله سبحانه وتعالى يكون لنا يعني معين يعني الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تضع يدك على بداية الطريق ثم تستعين به ثم التوفيق دعما حقيقة يعني نحن كثيرا حيانا حينما نتحدث عن الإبداع ننسبه إلى أنفسنا وننسى أنه لو لا رعاية الله سبحانه وتعالى ولولا تفرق الله سبحانه وتعالى ما كنا وما سخلنا يقول تأكيد دكتور هل لي أن أسأل كم رسمة ترسوم في اليوم هل هناك معدل معين من الرسوم في اليوم أو في الأسبوع وكيف تحاول أن تعالج كل هذه القضايا على اختلاف جغرافيتها وتاريخها وفقاً للأحداث التي دون بالمناسبة نحن جغرافيا وأمة يعني تعج بالأحداث مزدحمة بالأحداث ربما يومياً لديك عدد قضايا وربما تؤجل بعضها أيضاً يعني تقريباً من رسمين إلى ثلاث رسومات يومياً تخيل يعني ثلاث رسومات أنت تتحدث أول شيء عن انتقاء الخبر بمعنى أنك تكون قارئ جيد وقارئ للأخبار ومطلع على كل الأخبار بشكل أكاديمي أنت تقرأ ما وراء الخبر وما بين السطور وليست قراءة سطحية إذا أردت أن تكون فنان معتبر وليس فنان شعبوي أو سطحي يجب أن تغوص فيما وراء هذا الخبر لكي تستحترم هذا الجمهور لأننا جماهيرنا العربية جماهير لماحة وتريد أن تفهم كل شيء وعندها تلاحظ كل شيء فتقرأ الخبر ثم يعني تحدد من أين تؤكل الكتف كيف تستطيع أن توظف هذا الخبر يعني عملية حقيقة ليست بالعملية السهلة ثم بعد ذلك تأتي الفكرة ثم بعد ذلك تأتي عملية الرسم ولذلك أنا أقول أن فن الكاريكاتير هو فن الفكرة فنان الكاريكاتير هو مفكر بالدرجة الأولى وليس رسام كليات الفنون الجميلة عندنا في فلسطين أو في الدول العربية تخرج مئات بل آلاف الرسامين يومياً مع احترامي لقدراتهم يعني الفذة في الفن التشكيلي وفي الإبداع لكن الفكرة كم يخرج منهم رسامين كاريكاتير يعد على أصابع اليد لأن هذا الفن يحتاج إلى فكر وقبل ذلك يحتاج أن تهيئ نفسك إلى مخاطر قد تترتب يعني على هذا الفن ثم تختمر الفكرة ثم ترسم وتخرج هذه الفكرة للمشاهد أنا أعمل مع أكثر من صحيفة حقيقة وهذا ليس لأنه اجتهاد مني وإن كان هذا أحد الأسباب يعني أن الكثير من الصحف والمواقع سواء كانت عربية أو غير عربية تريد الفنان الجاهز الذي يعني قضى سنوات طويلة في من خبرته يعني فيأتي إليك فنان يعني جاهز لكن نحن في عندنا مشكلة أخرى بالجيل الجديد نعم يعني أن الجيل الجديد للأسف وهذه يعني نقطة من خلال هذا البرنامج أن أوجه كلمة لعلها تجد يعني لدى المواهب الجديدة أن أنفاسهم قصيرة يعني يريد أن يبدأ اليوم أن ينجح غدا وبعد يومين ثلاثة أو أسبوع أن يكون من المشهورين ومن حديث يبحثون عن الترند وهذه الأمور عملت أنا مع صحيفة المدينة السعودية سبع سنوات لم يكن يعلم أحد في فلسطين أنا أني أرسم تركته لأنه كأيامها ما كانش في يعني كان محدود صحافة ورقية صحافة ورقية وكانت هذه الصحيفة يعني في في السعودية فحينما بدأت في فلسطين يعني تعجب الكثيرين يعني أنت رسام كاركاتير مش ابني اليوم أنت لا تتدرب فصرت عليهم هذه القصة أنت تحتاج إلى نفس طويل أنت تحتاج إلى تدريب بشكل مستمر ما فيش عند الفنان أنني قد وصلت يعني بلغت سدرة المنتهة لا أنت طول ما أنت عايش عايش وأنت تتعلم وأنت تجرب وأنت تبدع وأنت غير راضي عن نفسك لا من ناحية فنية ولا أنك قدمت للقضية ما تستحق هذه القضية لكي تبقى هذه الشعلة متقدة في القلوب سبقتني للسؤال التالي دكتور كنت سأسأل عن قضية أنه كيف تعرف بعض الكتب تعالج كيف تصبح شاعرا في أسبوع مثلا كيف تصبح كاتب قصة في شهر هناك بعض الخطوات فهل هذا ممكن؟ كيف تصبح رسام كاركاتير في سنة مثلا تعني أتلقى الإجابة مشكورا في هذه الجلسة الطيبة على ضوء القمر بعد فاصل قصير بحول الله نعود لنتسامرة مع ضيفنا الكريم دكتور على اللقطة الطبيب ورسام الكاركاتير على ضوء القمر بعد فاصل القصير بحول الله مرحبا بكم من جديد معنا عزان المشاهدين على ضوء القمر وضيف هذه الحلقة دكتور على اللقطة الطبيب ورسام الكاركاتير مرحبا بكم معنا دكتور على مرة جديدة أهلا وسهلا عياكم الله دكتور قبل أن أعود للسؤال الذي طرحته قبل الفاصل بيودي أن أطرح سؤالا آخر هل يطلب من الدكتور على أن يرسم في بعض القضايا أو المسائل أم أنه هو الذي يختار موضوعه لا طبعا يعني أنا أرسم كل القضايا يعني أنا أعمل مثلا مع موقع عربي 21 وهم أتقصص في القضايا العربية نعم فأنا أعمل ضمن اهتماماته وهي القضايا العربية نعم أعمل مع صحيفة فلسطين الصادرة في فلسطين فأنا أرسم بالشأن الفلسطيني لهذه الصحيفة لكن ممكن إدارة التحرير أن تلفت انتباهها أنها تريد أن تغطي حدث ما لكن لا تفرض علي خطا معين أو فكرة بحذافيرها بمعنى يعني أول شيء أنا أرسم قناعاتي نحن عندنا نماذج يعني فاشلة من أن يفكر أو أن يفكر فنان الكراكاتير برأس غيره يعني أضرب على سبيل المثال الفنان الراحل مصطفى حسين جلس أكثر من 20 أو 25 سنة الذي يكتب له الأفكار الكاتب أحمد رجب ولذلك كان متفوقا جدا لأنه كان مبدع بالرسم ولا أفكار لديه وكان يمده بالأفكار أحمد رجب حينما حدث بينهما خلاف وانفصل عن بعضهما البعض وبدأ يرسم مصطفى حسين بنفسه وصفه الفنان محمد صبحي وقال رسوماته بعد ما انفصل عن مسيرة أحمد رجب أصبحت مثل صباع المحشي اللي وائع من الرز بمعنى بلا محتوى بلا محتوى لأنه يعني بلا تفكير هذه القضية خطيرة جدا وأنا قلت أنا فنان الكراكاتير يجب أن يكون مفكر أنا لست مصمم مع احترام الشديد إلى يعني المبدعين من زملائي المصممين المصمم أنت تأتي له يعني كصاحب شركة تريد لوغو أنا أريد أن تضع لي الكتاب الفلاني الشمعة الفلانية الدائرة الفنية تكتب الاسم بهذا الطريق وهو ينفذ لأنه هو مصمم لكن فنان الكراكاتير لا هو مفكر بل هو يعني حامل رسالة وحامل مبدأ بل هو مقاتل في الميدان مثل رئيس التحرير وربما يعني يعني يتفوق أحيانا من ناحية أنه رسام الكراكاتير يعني مدارشته أبعد من كتابة المقال وفي كل خير تمام دكتور نعود إلى ما تفضلت به قبل قليل أنه شباب في هذه الأيام ليس لديهم نفس طويل ويستعجلون الحصاد ولكن هل هل بالإمكان تقديم بضعة نصائح لمن يرغب من الشباب لمن لديه الموهبة ويرى في نفسه الموهبة في مجال رسم الكراكاتير بماذا تنصحون يعني بداية أقول أن الله سبحانه وتعالى بقدرته الذي يقول للشيء كن فيكون خلق السماوات والأرض في ستة أيام هل يعجزه سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات والأرض بكون فيكون لا يعجزه لكنه خلقهن يعني في ستة أيام أو في ستة أيام ولذلك عملية أن تصبر على هذه الموهبة وقبل أن تصبر هذه الموهبة وهذه أنا أقولها من البداية وهذه السؤال الذي سألته لنفسي لماذا أنا أريد أن أترك الطب وتوجه لفن الكراكاتير ما هي هذه الدوافع إن كانت هذه الدوافع دوافع شخصية بحتة وأنا أقول يعني برضو يعني من حق الإنسان أن ينجح وأن تكون له دوافع شخصية بمعنى أن يكون يعني له اسم ويكون مبدع ويكون فنان هذا أمر جميل لكن ألا يكون الهدف من وراء التوجه إلى فن الكراكاتير هو هدف شخصي ذاتي خصوصا إذا كان صاحب قضية هذا كان من فلسطين من العراق من سوريا يجب دائما أن تقدم قضيتك عن نفسك لأن قضيتك هي من ترفعك أنا أعتقد يعني أن على اللقفة إذا كان له من فضل بالنجاح فللقضية الفلسطينية ولقدسية القضية الفلسطينية التي نتناولها فالقضية الفلسطينية هي التي رفعتني وليست أنا من رفع هذه القضية الفلسطينية لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه البقعة مباركة وبارك حولها فمن اقترب منها ودافع عنها ما له من هذه البركة هذه هذا الشيء الشيء الآخر يعني أن تكون مؤدبا مع من تتعلم وأن تنسب الفضل دائما نحن حقيقة يعني وهذه أمر يعني أنا أرجو الأجيال الحديثة يعني ألا تغضب مني في هذا السلوك يعني أنا رسام الكراكاتير الذي يعني درسني في الثانوية العامة أراسله حتى الآن لما كنا بالسيارة يا أخي يونس ونحن قادمين من البيت أنت كنت يعني تثني على الأستاذ عبدالخالق العفل الذي علمك وقدمك اللغة العربية هذا الثناء الجميل على من علمك يدل على أخلاق سامية لديك هذه الأخلاق السامية وهذا الوفاء مهم لقضيتنا فإذا أنت تنكرت لمن سبقوك على أساس أنك يعني نحن نرحب يعني الكثير من من تعلموا أو تتلمذوا على إيدينا نحن نسعد حينما نراهم يعني في طليعة الفنانين نعم لأن هذا الأمر يسعدنا أن نحن نؤمن بالقضية أكثر مما نؤمن بأخوصنا لكن نحن فيه عندنا مشكلة أننا نريد أن نصعد الدرج بخطوة واحدة وليس على مراحل مما يزيد من خطر السقوط أحسنتم دكتور السؤال الأخير تقريبا ثم نختم بفقرة خاصة بكم أنتم لديكم طبعا رغبة أو لدينا نحن رغبة في الحقيقة لبيتموها رغبة مستوى رغبة مشتركة دكتور في نقطة مهمة جدا العالم تغير وكل يوم هناك تسارع في كل شيء تسارع وقضية النظرة نظرة الناس للفن بدأت تتغير ربما أنت تعرف أكثر مني في هذا المجال تتغير في عالمنا العرب والإسلامي في التسعينيات بداية التسعينيات عندما كنت طالبا في رومانيا تدرس الطب كان لك موقف شهير جدا مع فنان مشهور جدا ولفت انتباهك إلى شيء واكتشفت في ذلك الوقت أن الطب ليس هو التخصص الأفضل والأعلى بالنسبة لهم حدثنا عن هذا الموقف لو سمحت رابطا إياه تكرما بالنظرة للفن قديما وحديثا بالنسبة لعالمنا العرب والإسلامي يعني كانت من أكبر التحديات يعني في أنا خلصت نوية عامة في سنة 1990 من أكبر التحديات يعني ما كانش فيه لا انترنت ولا ثورة معلوماتية حتى الفضائيات لم تكن موجودة فضائيات بدأت في متصف التسعينيات تنتشر كنا على الأيريا للسلك تلقط يعني ثلاث أو أربع محطات مشوشة ولذلك حينما كنا نريد أن نتحدث عن الفن يعني أنا أريد يعني قلت لأهلي أنا أريد أنا عندي موهبة الرسم وعندي موهبة الخط أريد أن أدرس فنون جميلة الكل استنكر لأنني يعني كنت من المتفوقين كنت الأول على المدرسة فكيف أنت يعني يا إما طب يا إما هندس يعني كنا مبرمجين يعني في مجتمعاتنا وهم معذورون في ذلك لأنه هذه هي كان لبرستيجي الاجتماعي وهذا كانت قمة النجاح ما الاحترام لكل المهن الموجودة على الساحة لكن الآن النظرة اختلفت الآن إحنا دخلنا يعني ثورة معلوماتية يعني بالعكس إحنا من الجيل الثاني من الثورة المعلوماتية وربما الثالث أصبح الجيل الآن أكثر ثقافة وأكثر وعيا أنا أخي ونس أمي لا تجيد لا القراءة ولا كتابة فكانت ترى بنور الله وترى بقلبها وتحس بمشاعرها لكن ولذلك أنا أعذرها حينما تقول لي أنا أريدك أن أراك طبيب أو دكتور مثل الدكتور الفلاني فيعني كنت ابن 18 سنة لا أستطيع أن أأخذ يعني قرار مصيري أن أدرس ولم تكن لدي هذه الشجاعة الكافية كطفل يعني ثم يعني رضغت بعد ذلك قلت يعني أمري لا أدرس الطب وما تبقى لي من وقت يعني أخضيه يعني في الرسم كهواية ولم أكن في الحسبان ولا في الأحلام أن تصبح هذه الهواية هي المهنة الحقيقية وأن أضح المهنة الحقيقية بعد نجاح كبير فيها 2400 عملية جرحية أن أضحها جانبا لكي أتفرق لكن الوعي الذي حدث سواء على صعيد الشخصي أو على شعوبنا الأدوات التي يعني ابتكرت في مقاومة في مقارعة هذا المحتل من خلال هذه الريشة من خلال الآن إحنا بنعمل رسم في السوشيال ميديا خلال دقائق تكون وصلت أمريكا وصلت كندا وصلت أوروبا وصلت أستراليا نهيك عن كل الدول العربية أصبحنا يعني الآن إذا تأخرنا عن قضية لمدة نصف ساعة تجد المغرب والجزائر يراصلني على المسينجر دكتور علاء في عملية حتى في فلسطين عسى ما فيك شر يعني وين الرسمة فأصبحنا نتفاعل مع هذه الشعوب وهذه الشعوب تتفاعل معنا فكنت سبحان الله ذلك أنا قلت بدأت بسؤال عن غزوة بدر وآخر السؤال برضو أرجع إلى غزوة بدر الله سبحانه تعالى يعني أوقع في طريقي يعني هذا فنان كان اسمه إشتيفان بوبوس وهو أكبر رسام كاريكاتير في أوروبا كان روماني وكان يعني هارب إلى فرنسا من النظام الشيوعي وعاد بعد سنة 1990 بعد سقوط الشيوعية عاد إلى رومانيا فكان يعني بيته أو شقةه كانت في أشقة المقابلة لي وكان له مطبعة صغيرة في أسفل البناية فكنت أراه دائما يرسم فصرت أتردد عليه رأى رسوماتي فحينما انظهر فقال لي يعني أنت عندك الموهبة قوية جدا ماذا تدرس قلت له أدرس طب قال لي لقد أخطأت المهنة فسعقت احنا عنا في بلادنا مهنة الطب هي يعني المهنة التي لا ينازع عليها ففكرت في وقت من الأوقات أن أنصرف إلى دراسة الفنون الجميلة وأردت أن أحول إلى دراسة الفنون الجميلة فوجدت أن كلية الفنون الجميلة رسومها ضعف رسوم كلية الطب في أوروباني لأنهم يقدسون بسموها الفنون الروحية لذلك عندهم الموسيقى عندهم المصرح عندهم الغناء عندهم الفن البصري التشكيلي هذه تعتبر عندهم من أرفع المهن ولذلك أرجع وأقول لأنها من أرفع المهن نستطيع أن نصل إلى هؤلاء أن نوصل إليهم القضية الفلسطينية من خلالها من خلالها وهذا موضوع كثير مهم لكن لم يبقى معنا وقت كيف تستثمر هذه الأدوات في الخطاب مع الغرب لأنه يفهم هذه اللغة أكثر وسبقنا بمسافات طويلة وأزمان طويلة في هذا الموضوع استخدام القوى الناعمة دكتور الوقت يمر بسرعة كبيرة وأنا سعيد جداً معك تحت ضوء القمر في هذا اللقاء الطيب في هذا الشهر المبارك ولكننا نختم إن شاء الله بلوحة لديكم فكرة حول رسمة ما في ختام هذه ونحن لدينا رغبة في أن تقوم بالعملية أمام أعيننا ويستمتع المشاهد الكريم بهذه المراحل التي تمر بها الرسمة من أجل إتمامها وخروجها بالشكل الذي نراه دائما ترجمة نانسي قنقر عاش تيدك دكتور شكراً على هذا الاختيار الموفق إذن هذه اللوحة لفضيلة الدكتور حارث الضاري رحمه الله عز وجل ونشكرك على هذه الرسمة إذا كان ثم التعليق في النهاية دكتور يعني أشكركم على هذا اللقاء المثمر وعلى هذه الأسئلة الشاملة حقيقة وعلى هذا الشرف الذي نالني بالظهور على هذه القناة العراقية والعراق العزيز على قلوبنا أعزك الله دكتور ومزيداً من التوفيق إن شاء الله والتألق نسأل الله أن يحفظكم ويبارك في هذه الريشة التي اخترتموها سبيلاً لنصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية ألف شكر وتحية لك على هذه اللوحة أيضاً شكراً لكم أعزان المشاهدين على حسن المتابعة في هذه الحلقة التي كانت حلقة رائعة وجميلة استمتعتوا فيها شخصياً ولعلكم أيضاً استمتعتم بحديث الدكتور على اللقطة الفنان والطبيب الطبيب والفنان فنان الكاريكاتير العربي المعروف نسأل الله له التوفيق شكراً لكم على طيب المتابعة ألتقيكم في حلقة أخرى على ضوء القمر مع ضيوف آخرين بحول الله تعالى فنتمنى منكم أن تبقوا دائماً بالقرب تذكروا دائماً إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله شكراً دكتور ألف شكر حياة الله